موسيقى مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل في حلقة جديدة من حلقات مؤمنات خالدات نتعلم ونتعرف على شخصية خلدها التاريخ رغم فقرها وترملها إلا أنها استطاعت أن تخرج لنا إماما عظيما من الأئمة الكبار ما زلنا ننتفع بعلمه إلى اليوم موسيقى مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مؤمنات خالدات عبر قناة محمد السادس للقنآن الكريم السادسة نموذج آخر من المؤمنات الخالدات وأمهات رائعة استطعنا أن يضعنا أثرهم ويصنعنا رجالا بحق شخصية عظيمة حفرت اسمها عبر العصور وتركت علامات فارقة في عدة مجالات مختلفة هي الأم التقية والفقيهة العالمة والذكية المعروفة بتقديرها للعلم كان لها دور بارز في بناء شخصية عالم من العلماء الأفداد إنها المؤمنة أم الإمام الشافعي رضي الله عنه أم الإمام الشافعي هي شخصية هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات نتعرف عن تفاصيل حياتها مع الأستاذة الفاضلة نعيم بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين أستاذتي أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء من برنامج مؤمنات خالدات مرحبا نواصل التعرف والتنقيب والتعريف بالخالدات اللواتي تركنا أسماءهن خالدة في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ البشرية بصفة عامة الكل ربما يعرف الإمام الشافعي لكن لا يعرف من صنع هذه الشخصية ومن كان وراء هذه الشخصية ربما كانت أم عظيمة أم بارعة في بناء هذه الشخصية شخصية الإمام الشافعي المعروف لدى المسلمين بصفة عامة من هي أم الإمام الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابة أجمعين أحيي المشاهدين الكرام في كل مكان الذين يتابعوننا داخل المغرب وخارج المغرب مرحبا بهم جميعا في حلقة كما ذكرت متميزة جدا سنتعرف على الشخصية التي كانت وراء الإمام الشافعي وهي هذه الأم الأم المجاهدة الأم الشابة التي هاجرت مع زوجها الذي ذهب في تجارة وهو من آل هاشم من بني هاشم هاجر من مكة طلبا للتجارة وانتهى به المطاف إلى غزة وفي غزة تقول الرواية بأنه مرض وطال مرضه ومكثت معه هناك مات فوضعت ابنها وحينما أكمل السنتين مات الزوج توفي هذا الزوج وبقية هذه المرأة الشابة الأرملة وحيدة مع هذا الإبن الوحيد لو كانت مرأة مهيضة الجناح ضعيفة الشخصية لا ظلت تبكي حتى تلحق بزوجها أيضا ميتة أو ربما تبقى في الروح ولكن تظل ميتة وهي حية كثير من الأمهات يموتنا داخليا وينقطعنا عن الحياة بعد ذهب هذا الزوج هذه المرأة كانت مرأة قوية كما ذكرتي ونظرت إلى هذا الإبن ورأت فيه بأنه يستحق أن تعيش من أجله وأن تناضل من أجل أن يعيش هذا الطفل حياة طبيعية قررت أن ترجع إلى مكة حملت طفلها ورجعت إلى مكة المكرمة وعلينا أن نتصور رجوع هذا المرأة من غزة إلى مكة في ذلك الزمن لم يكن هناك طائرات ولا قطارات ولا سيارات كانت هناك وسائل للركوب هي الدواب وتتطلب أيام طويلة وشهور فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف في الإسراء والمعراج انتقاله في ليلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وصف بأن ذلك يتطلب مسيرة شهر وهو قطع المسافة في بضع ساعات بقدرة الخالق سبحانه وتعالى هذه المرأة ستحمل هذا الإبن وترجع من تلك الأرض المقدسة وترجع إلى مكة لكي لا ينقطع ابنها عن نسبه الحقيقي يبقى مرتبط بأصله ببلده بنسبه إذن أولا يجب أن نتعرف على قوتها من خلال هذا التفكير أن تعيد هذا الإبن إلى محضنه الأصلي وإلى وطنيه الأصلي هذا أولا ثانيا أرادت له أن يكون فصيحا ويتكلم اللغة العربية الفصيحة الموجودة في مكة أكثر من هذا لما رجعت كانت فقيرة جدا ليس لها شيء أخذته إلى قبيلة هذيل المعروفة بالفصاحة الشديدة ومكثت هناك في هذه القبيلة ما شاء الله أن تبقى مدة زمنية حتى أصبح له لسان عربي فصيح يقال بأن كان الإمام الشفعي أفصح الناس وكان أفصح في كلامه الشفعي أكثر من كتابته هو يقول بأن حينما كان يكتب كان يكتب للجميع للعوام ولكن في مناظراته كانت لغته جميلة جدا راقية راقية جدا قبل أن يصل إلى هذه المرحلة ربما تعلم ذلك في صغره وتطلب ذلك جهدا وتطلب ذلك تضحيات من هذه الأم حتى يصل إلى هذا المبتغى أول تضحية هي هذه السفر في الطريق الذي فيه مخاطر كبيرة كما ذكرنا والأمر الثاني أنها كانت مرأة جريئة وقوية وقد ورث منها هذه الجرأة وهذه القوة وهذه القدرة على منافحة الآخرين في الحق يذكر بأنها في مكة طلبت للشهادة مرة طلبها القاضي يوم رأى أخرى للشهادة ففرق القاضي بين المرأتين قال يعني تقف أمامه الواحدة تلو الأخرى فرفضت قالت له كيف تفعل هذا والله تعالى يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فصمت وقال أتوني بالثانية وانصاعة لرأيها إذن هذه المرأة مرأة قوية مرأة عالمة مرأة عندها ثقة في نفسها تواجه القاضي بقول الله تعالى ويستمع القاضي إليها تلزمه أن يحترمها وأن يحترم رأيها المبني والمؤصل إذن هي مرأة كانت فيها عدة صفات صفة الأخرى طيب إذا سمحت نقف عند هذه الصفة المتيرة لهذه الشخصية أم الإمام الشافعي خصوصا في هذا الموقف المتعلق بشهادتها في محكمة لدى القاضي هذا الأمر نستنبط منه الأخذ برأي هذه المرأة لم يقم هذا القاضي بنهرها ولم يقم بالحط من موقفها نعم دائما نحن من خلال برنامجنا نربط هذه الأمور بوقتنا الحالي في بعض الأحيان تسعى المرأة إلى تقديم شهادة أو تقديم نصيحة أو تقديم رأي لكن لا يؤخذ برأيها وكأنها لها رأي لا يعتد به وكأنها لن تجيد هذا الرأي وما إلى ذلك حبدا لو يعني نعطي هذا النموذج الجميل لهذه المرأة أو لهذا القاضي أيضا الذي كان هو أيضا رزينا وحكيما عندما أخذ برأيها نعم كما قال سيدنا علي حينما جاءه الرجل ينتقده ويقول له كنا في زمن عمر كذا وكذا ولآن نحن في زمنك نتعرض لكذا قال كان في زمن عمر أمثالي عمر حكم أمثالي وأنا أحكم أمثالكم فإذا لا بد أولا لا نعمم لأن لا يمكننا التعميم دائما هو في ظلم ولا يتحقق العدل بالتعميم فيمكن أن نجد بعض القضاة يستمعون يستمعون لشهادة المرأة أو الرجل لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويبحثون عن الحقيقة ويبحثون عن ما يعزز هذه الحقيقة سواء من مرأة أو من رجل هناك الفكر الذكوري موجود في المجتمع ومهيم ومسيطر المقصود ليس فقط لدى القاضي ربما حتى في بيتها لدى الناس بصفة عامة فأنا أرى مثلا المرأة حينما تكون تسوق في الطريق كثير من الناس يعني يجابهونها ويعلقون عليها وقولها هي مرأة أو كثير من الرجال الرجال يعلقون ويقولون سائق امرأة لو جلست في بيتها كان أفضل أو مثلا في السوق أو في أماكن شتة يعترضون على وجود النساء في بعض الأعمال فلا ودى أن ننقل مجتمع من هذه الشبهات لأن الإسلام جاء لكي يضبط سلوكاتنا ويضبط أخلاقنا ويضبط تصرفاتنا ويضبط أيضا اختياراتنا ومعتقداتنا فمعتقداتنا من خلال الإسلام تقول بأن المرأة أو الرجل في خدمة المجتمع سواسيا وسيحاسبون جميعا على كل واحد عنده قدرة لخدمة مجتمعه ولنفعي الناس وأخفى هذه القدرة وكان أنانيا وعاش لذاته ولنفسه سيحاسب على ذلك إذن هذه المرأة لابد أن تتاح لها الفرصة ثانيا أصبحنا ننتمي لمجتمع صعب في مسؤوليات متعددة لم تعود لمسؤوليات بسيطة وصغيرة لم يعد ذلك الطفل يذهب لأقرب مسجد للبيت ويتعلم فيه زمنا طويلا في الزمن الماضي كان الطفل يذهب إلى مسيد ويبقى يدرس على فقهه وينتقل من فقهه لفقهه في نفس المسجد ولا تحتاج المرأة أو الأم أن تنتقل به من مدرسة لأخرى اليوم الأب يذهب للعمل وحتى إذا كانت المرأة لا تعمل فهي تعمل سائقة هذه التي تشتغل سائقة وتأخذ أبناءها للمدارس تأخذهم للطبيب تأخذهم للرياضة تأخذهم للنوادي تملأ أوقاتهم تراعي تربيتهم حتى لأن الفراغ هو الذي يقتل الطفل وهو الذي يعيق المسار التربوي للطفل هذا بالضبط ما فعلته أم الإمام الشافعي رجعت به إلى وطنيه الأصلي وذهبت به إلى المسجد وكانت مرأة جريئة وتعلم هذه الجرأة وسمع الناس يتحدثون عن أمه وعن جرأتها أمام القاضي ودخل ذلك في ذهنه وفي عقله وفي الآن الداخلية وفهم بأن المرأة يمكنها أن تدلي برأيها كبر في هذا المحيط كبر في هذه الأجواء الإمام الشافعي كان فقير جدا كما ذكرنا وأمه كانت فقيرة ولكن لم يمنعها ذلك من أن تأخذه للتعلم وأخذته إلى المربي في المسجد القريب منها وألزمته أن يذهب وطلب المربي أجرى ولم تكن عندها الأجرى طيب نتحدث عن ربما موقف جميل مع هذا المدرس من طرف أم الإمام الشافعي وإصرارها على تعلم ابنها بشتى الطرق بعد هذا الفاصل إذا سمحت أسادتي الكريمة وأنتم أيضا مشاهدي الكرام نواصل معكم التعرف عن مؤمنة هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات وهي أم الإمام الشافعي بعد الفاصل مرحبا بكم أعزاء المشاهدين في الحلة الجديدة ببرنامجكم التجويد الميسر وفيها بإذن الله تعالى سنواصل التعريف بأحكام التجويد ونختم بفقرة المصحف المعلم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يعمل سبير كتاب الله نجادد بكم تحية وترحاب مشاهدي الكرام ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات ومؤمنة هذه الحلقة هي أم الإمام الشافعي دائما مع الأستاذة الفاضلة نعيمة بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين فأهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة الكريمة طيب قبل الفاصل لا تحدثنا عن موقف جميل أم الإمام الشافعي وجرأتها أمام القاضي عندما أرادت أن تدلي بشهادة معينة أمام هذا القاضي أيضا موقف آخر تحلت به هذه المرأة وهذه المؤمنة عندما أسرت على أن يتعلم ابنها العلم والطريقة التي كان يطلب بها هذا العلم ربما هي أيضا فيها تميز لهذه المرأة نعم أخذته كما ذكرنا ليطلب العلم من أقرب مسجد لبيتها وكان في سنواته الأولى من عمره تقول الروايات التي كتبت عن الإمام الشافعي بأن أمه لم يكن عندها شيء ولا درهم كانت فقيرة كانت فقيرة جدا وكان الإمام الشافعي يذكر ويقول بأن كانت تمر عليهم الأيام هو أمه ولا يجد طعاما فهذه الأم التي تركت الحياة تركت الزواج لم تفكر في أن تتزوج مرة أخرى وفكرت فقط في تنشئة هذا الطفل تنشئة صالحة كاملة وكان يمكن أن تشغله بعد أن بلغوا كان الأطفال يشتغلون في ذلك الزمان حتى يأتي بالمال من أجل العجل حتى يأتي ببعض الدراهم التي يعيشون بها كما تفعل الأمهات اليوم الأخرى يسنع الأطفال الذين نجدون في الشوارع يبيعون الأشياء الصغيرة وكذا نجدون في الأسواق نجدون في المحلات تجارية واقفين هذا كان لازم يكونوا جالسين على مقاعد دراسة صحيح قد تتحمل الجهات المسؤولة مسؤولية ولكن الأم أيضا تتحمل مسؤولية الأم والأب يتحملون المسؤولية الأكبر والأولى فلننظر إلى هذه المرأة ماذا فعلت أخذت طفلها والمدرس طلب منها الأجرة فقالت له أنا فقيرة ليس عندي أجرة ولكن جربه قالت له جربه إذا كان صالح للدراسة وجدت فيه نجابة فبعد ذلك نتكلم في الموضوع فجربه فوجده ذكي جدا نبيه نبيه نجيب لا بد أن الإمام الشافعي محمد بن دريس لا بد أنه كان يفكر دائما كيف يعين أمه كيف يجد حلا للمعضلات التي تعيشها الأم تعلم تحمل المسؤولية فتحمل مسؤوليتهم منذ الصغر ودفع أجرته من عمله وهو صغير فكيف دفعها كان ينوب عن مدرسه حينما يخرج أو ينشغل بشيء أو يذهب للصلاة أو يذهب لتجديد الوضوء أو يلتقي بعض الآباء فهو الذي يحرس تلاميذ ويعيد عليهم الدرس نعم وكان كل ما سمع من المدرس يحفظه يجد في الحفظ في الدراسة وبذلك اتخذه المدرس نائبا عنه فقال للأم إن ابنك يدفع أجرته فلا حاجة لأجرة أخرى إذن هو أيضا كان ذكيا في تدبير هذا صحيح يعني كان مسؤول علمته تحمل المسؤولية كأنني أرى هذه الأم وهي تجلس مع ابنها وتخبره بكل شيء تتشاور معه في كل شيء يفكران معا كيف يجدون الحلول لمشاكلهما مع الأسف الشديد اليوم بعض الأمهات يخفون عن أبنائهم الحقائق ويتركون هؤلاء الأبناء يعيشون في الوهم وفي الأحلام لا يلقشون حتى بعض الأمور ويطلبون أكثر من مستوى الأم وكثيرا ما تأتيني بعض الأمهات تقول لنا مديونة لأن أبنائي طلبوا مني الملابس الفلانية واشتريتها لهم والأدوات الغالية حتى لا يحسون بأنهم أقل من أقرانهم في الحقيقة نحن الذين نجعلهم يحسون بذلك لابد أن نعلم أبنائنا بأن هذا الفرق في الأشياء المادية ليس مهما المهم أن لا يكون هناك فرق في المستوى التعليمي أن تحقق ذاتك في أشياء أخرى وليس في المظاهر وليس في المادية لم يمنع هذه الأم الفقر من أن تبعث ابنها إلى المدينة المنورة كان عنده حلم وكان عندها هي أيضا هذا الحلم أن يتتلمذ ابنها على الإمام مالك الإمام مالك كان نجم العلماء في زمانه كان أعلم من في الأرض وكان الناس إذا رأوا أحدا فيه نجابة يعني يغرسون في عقله يغرسون في عقله بأنه يمكن أن يذهب ويتتلمذ على يد الإمام مالك والدخول على الإمام مالك لم يكن سهل نعم الإمام الشافعي درس في مكة تتلمذ على كثير من العلماء الموجودين من ضمن العلماء الذين كانوا في زمانه وكانوا موجودين ودرس على أيديهم الإمام أحمد بن حنبل كان موجود في مكة نعم ودرس عليه وفي روايتنا عن ابن الإمام أحمد بن حنبل بأنه اعترف الإمام أحمد بن حنبل بأنه ظل أربعين عاما يدعو كل ليلة للإمام الشافعي فهذه العلاقة الجميلة بين العلماء نعم لابد أنه كان وراء هذا الأم التي غرست في ابنها كيف يحب العلماء صحيح كيف يتعامل مع العلماء نعم كيف يقدرهم يقدر العلماء فلذلك أحبوه جميعا نعم فكان عنده حلم أن يذهب عند الإمام مالك ويتتلمذ على يديه فبحثت الأم على كتاب الموطأ نعم طبعا لم تكن هناك الطبعة صحيح وكان صعب جدا أن تجد هذا الكتاب نعم الكتاب منسوخ مكتوب باليد نعم فوجدت نسخة وطلبتها من أحد العلماء وأعطتها لابنها محمد بن دريس وألزمته أن يحفظ الموطأ فيقول الإمام الشافعي أنه حافظ تحت رقابة أمه حافظ الموطأ في تسع ليالي سبحان الله هذه الأمة كانت لديها هذا المشروع في صناعة هذا العلم الجليل صحيح فجمعت كل الوسائل وكل طرق حتى تساهم وتبني وكأنها تبني بناء معين نعم نحن نجمع مستلزمات البناء أو تؤتت مثلا بيت أو ما إلى ذلك هي أيضا كانت تجمع وتبحث عن كل الوسائل التي توصلها إلى بناء هذا العالم الجليل وكان لها ذلك كان لها ذلك لنتصور هذه الأم التي هي أرملة ولها طفل وحيد يصبح غلام وتجعل له حلم أن يسافر وأن يبتعد عنها نعم فأن يكون في المدينة المنورة يعني أكثر من خمسمائة كيلومتر ما بين مكة والمدينة نعم ومع ذلك حولت هذا السفر إلى حلم لابنها وليس إلى بكاء ومرثية نعم نحن نرى بعض الأمهات الإبن يكبر ويريد أن يدرس في مدينة أخرى نعم أو في بلد آخر عنده طموحات تبدأ الأم في البكاء كيف سأفارق ابني وابني وفرشه ومكانه وأنظروا إلى كذا هذا الأم بالعكس كانت محفزة لابنها لكي يصل إلى المعالي نعم فحفظ الموطأ وذهب يقول لم يكن عندي شيء ولا عند أمي شيء فأعطتني بعض الكسور وبعض التمر كسور الخمس الجاف وبعض التمر وبعتته في قافلة لطلبة العلم إلى المدينة المنورة نعم وسعت قبل أن يذهب سعت معه أن تذهب إلى الوالي الذي يحكم مكة المكرمة وأن تطلب منه شهادة في حق ابنها تشفى له عند الإمام مالك نعم يعني مجهودات جبارة ويأخذ معه هذه الوصية من الوالي من والي مكة ويذهب إلى مكة المكرمة ومع ذلك يجد صعوبة في أن يستقبله الإمام مالك لأن الإمام مالك كان يأتيه من العالم كله نعم نعم حتى استجاب له واستمع له وأخذه إلى مجلسه وظل عنده يعني ردحا من الزمن مفارقا لأمه نعم وهذا الأم بالعكس كانت تنتظر رجع إلى هذا الإبن مرة أخرى فقال هناك علم آخر في اليمن يجب أن تلقى للطلبي يقال بأن اليمنيين كانوا مشهورين بعلم الفراسة نعم فقالت له اذهب نعم فذهب إلى اليمن وهناك اعتقل وامتحن ومع ذلك صبرت نعم ثم رجع مرة أخرى فقال هناك علم آخر في بغداد نعم فقالت له اذهب نعم وابحث عن هذا العلم فذهب إلى بغداد ثم ارتحل إلى مصر وفي الأخير مرضى ودفنة في مصر وعمره 54 عاما رحمة الله عليه رحمة الله عليه ما سعت إليه هذه الأم وما رسمته وخططته لابنها حققته من خلال إصرارها ومن خلال ذكائها وجرأتها وصبرها أيضا على فرق ابنها عندما كان يقوم بهذه الرحلات من أجل طلب العلم وهي فعلا نموذج جميل وحق حب ذا لو نقتدي به ونأخذ هذا النموذج نبراسا لنا في حياتنا ربما دعوة لكل الأمهات حتى يساهمن ويساعدن أبنائهن في طلب العلم لأن في العلم تفتح الأبواب ويكون المستقبل الزاهر للأبناء بثفة عامة تفضل يا سيد نعم كان يمكن أن يموت الإمام الشافعي ويسمى يتم نعم وأن تموت هذه الأم وتسمى أرمالا نعم ويكفيها أنها رعته وبحثت له عن المأكلة والمشرب ولكن صبرها وثباتها وجرأتها وبعد نظرها حينما رأت من ابنها النجابة نعم والذكاء والقدرات الهائلة فكانت وسيلة معينة لابنها صحيح كانت تسعى لكي تجعل هذه القدرات تظهر وينتفع بها الناس نعم لإمام الشافعي معروف بالمناظرة وبالجرأة معروف بأنه هو الذي وضع علم أصول الفقه نعم وعلم أصول الحديث نعم فهذا العلم الزاخر هذا العلم الكبير الذي قدره الإمام مالك عالم الدنيا نعم ويعني قربه إلى مجلسه وأعطاه الحق في أن يفتي فيما بعد ويعود إلى مكة المكرمة مفتيا وذهب إلى اليمن وأفتى وذهب إلى مصر وأفتى كل هذا لم يكن ليحصل لولا عناية الله عز وجل وهذه الأم الجريئة هذه الأم المختدرة هذه الأم التي ضحت بكل شيء من أجل صناعة عالم كبير لأمة الإسلام والذي بقي اسمه لامعا وساطعا إلى يومنا هذا ومذهبا عظيما تدين به وتتبعه عدة دول إسلامية في العالم نعم إذن رحمة الله عليها على أم الإمام الشافعية التي أنجبت لنا هذا العالم الجليل وبه على مذهبه الكثير من مسلمي بقاع العالم كانت فعلا شخصية مميزة لهذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات عرفتين عليها أستاذ الفاضل نعيم بن عيش رئيسة المعهد الشرعيين نسوي عائشة أم المؤمنين نرجو أن تكونوا قد استفدتم أنتم أيضا مشاهدي الكرام من شخصية هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات التي كانت هي أم الإمام الشافعي حقا وفعلا نعم الأم التي أنجبت وربت وأعطت لنا عالما فدا نرجو أن تكون لنا قدوة أيضا نحن الأمهات في تربية أبنائنا وفي حرصنا وصبرنا وتشبتنا بطلب العلم لهؤلاء الأبناء حتى يكون المستقبل الزاهر بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة نتعرف عن شخصية جديدة من مؤمنات خالدات نشكر لكم حسن وفائكم ونلتقي بإذن الله في لقاء جديد ومتواصل معكم مشاهدي الكرام فريق عمل البرنامج يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا